أهلا وسهلا فيك رولا كرباج معنا من كندا البداية رح بتكون معيك لسبب فرق الوقت ما رح تقدر تكوني معنا كل الحلقة أهلا وسهلا فيك أول شي بتحكينا عن تجربتك بالتوجيه يلي وقت كنت تشتغلي بلبنان كيف كان عم بيكون التوجيه؟ هل عم بيكون توجيه مظبوط؟ أو كان عم بيكون توجيه فينا نقول دعاية لجامعات ليسجلوا أولادهم بالاختصاصات التي لم يكن فيها كثير تلميذ بوضع ندا يعطيكم العافية على هذا البرنامج الحلو كثير مهم مؤسسة هلأ بهالمرحلة الجديدة اللي عم يمرق فيه على لبنان والعالم خاصة للشباب مظبوط أنا ابتدت بـ 87 سنوات في لبنان اشتغلت بالتوجيه الجامعي وبعدين انتقلت على الإمارات واشتغلت كمان توجيه للطلاب ببداياتي في لبنان اكتشفت أنه كان فيه إمرجان بدأت الدغري قابلي أنا يعني بقوائل الألفين بآخر التسعينين بدأت الترويج للاختصاصات الجديدة بوقتها يعني اللي بتبعد عن الكلاسيكية طبعاً الكلاسيكية الاختصاصات الكلاسيكية توجيه فيها ما بدو كتير نعم تتخبري عنهم وعن مضمونهم ما بدو دعاية مضبوط ما بدو دعاية طبعاً في ناس عندها أسئلة عنهم بس هي كلاسيكية فممكن كتير تقي أجوبة برات مكتب التوجيه من بعد هذه المرحلة بدأنا نروج لاختصاصات تانية كتير على الأرض العالم عندها تساؤلات عنها مثل رح سسميهم بالفرنسي هلأ أو العلم النطق واللفز نعم التوماتريسيتي الحاجة للتمديد التاشفام الاختصاصات حد في عالم طبعاً من بعد على المرحلة هون بدأ أسألك رولا يعني كنتم عم تعملوا التوجيه حسب سوق العمل شو بيطلب سوق العمل هي العملية بالمطلق بالتوجيه سوق العمل بيطلب اختصاصات جديدة أو ناس متخصصة باختصاصات معينة ونحنا منكون صلة الوصل لنخبر عنهم وبيبقى في شئ ثاني أنه في العالم يلي بتحب اختصاصات الكلاسيكية بس عندها تساؤلات إذا هي وسطة للقمة تبعيتها وبيبقى في ناس عندها تساؤلات عن شو بتحب وحاسي أنه اللي بتحبه مش موجود بسوق العمل فمنجرب تشرح له وين هي تتقيهم بسوق العمل أداية تلميذة ببلادنا إن كان بلبنان أو البلدان العربية بيعانوا من الأهل يعني أداية الأهل بيفرضوا رأيهم وكتير مرات نحنا قطل ما يكون عم نحكي توجيه منعرف إنه أغلب الجامعات وأغلب الأشخاص اللي بيشتغلوا توجيه بيتوجهوا للأهل مرات مع الأولاد شو هو السبب؟ كتير مرات السبب المستثمر نعم مين المستثمر بالأولاد؟ عنده مخاوف أنه يتفع يعني هيدا كلمة مستثمر بتنقز اه بتعطي منحة اقتصادية مش منحة إنسانية لعملية التوجيه هو كتير إنسانية لدرجة إنه عم تستثمره وخايفة تستثمره غلص نعم يعني خايفة إنه الدرسيون تعرفين قد يحطوا من دمهم اللي يقدروا يدرسون الأهل وفيخافوا إنه ما يقدروا يوصلون صح فحسب معرفتهم للإشيا مع الوقت بيجربوا يستثمروا بالمطرح الصح دي نظر هون نحنا وقتل عم نحكي عن الأهل كمان مرات الأهل بيجربوا يفرضوا رأيهم على الولاد يعني أنا بدي ابني حكيم أما بدي ابني مهندس أدي خطورة هالموضوع وأدي بيبين أنتوا عم تقوموا بعملية التوجيه مع التلميذ؟ حسب قديش نسبة الإصرار طبع الأهل حسب قدي نسبة الإصرار طبع الأولاد نعم بس محمد جرر زي ما نطرح كل نقاط طبع المدانية الإيجابية والتربية نعم هل بتحس إنه بالصفوف السنوية عم بيكون التوجيه مضبوط بالمدرسة؟ يعني التلميذي اللي عم بنقق الإختصاص هل هو عارف لأوين رايح؟ هل عم بيكون في مرات استاجات عم بيقدر يكتشف المهن؟ أما فقط عم بنقق شو عم بحسب المادة اللي عم بيدرسة؟ كل مدرسة يعني عندها برنامز على خاص ما فيك كتير تقارنيون بس الأصحية اللي نمشي فيه إذا بدنا نعطي نصيحة للمدارس كنصيحة للمدارس كيف لازم يعمل التوجيه بالصفف السنوية؟ نعم يدعم مكتب التوجيه من الناحية الأخصائيين اللي بيستلموا هالمكتب هم بيفتعوا لتدريبات دائماً لا يعرفوا عصول شوكي أشياء جديدة بالجامعة بالاختصاصات وبمجال العام كمان بيتواصلوا مع المكتب العلوم النفسية والاجتماعية كده تساعدهم يتواصلوا كلهم سواء مثلاً الأستيسان سوتيال تقدر تساعد ثلث الدوعة كيف واحد يقدر يدرس ويهتم التكاليف ويحلها المشكل الأخصائيين اللي بتساعد لحسا تتفك هذا الضغط عند الأهل والولاد لحسا ينقوا اختصاصهم شكراً لك دكتورة رولا كرباج منصور كانت معنا الدكتورة رولا كرباج من كندا نحنا منشكر وجودك معنا ومنشكرك على المعلومات سوف نرجع مع جوفنا الموجودين هنا سوف على الجرس من مانال استمرار لكامل